حتى الرياضة بص على وحقيقي محمد صلاح شاب مصري يخرج من قريته علشان يلعب كورة ويلعب في المقاولين وبعدين ما يعرفش يروح لأهلي ولا زمالك فياخب بعضه ويسافر تحدي ومن هذا التحدي يذهب إلى نادي أبطال التحدي فيلعب في ليفر بول ويبقى صلاح هذا اللاعب المصري صغير السن قليل الخبرة هو أيقونة ليفر بول أيقونة الكرة الإنجليزية واحد من ألمع وأشهر وأهم أيقونات الكرة في هذا العصر في هذه السنوات القليلة وهنا نقول ما شاء الله والله أكبر واللهم صلي على كامل النور ربنا يحفظه الراجل صلاح ده أصبح حاجة غريبة جدا يمكن كنا متناقش في المسألة بتاعته هل موهبة صلاح أكبر ولا موهبة مارادونا موهبة صلاح أكبر ولا موهبة بيلي موهبة صلاح أكبر ولا موهبة ميسي لا ميسي وبيلي ومارادونا موهبتهم أكبر صلاح عمل إيه؟ عمل التحدي اللي هو أنا بمجهودي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء أنا هعرف أعمل اللي ما عملوش أي حد شوف ليفر بول نفسه أو ليفر بول فوتبول كلاب هذا عالم محمد صلاح ونحن فقط نعيش فيه يا خبى ربي يضع على الجملة البليغة يعني الأكثر تهديفا في تاريخ البريمير ليج مش كده بقى محمد صلاح يعمل هاتريك ما حصلش من 2003 ايه ده محمد صلاح في عشر مباريات متتالية لا يتوقف عن التهديف ايه ده محمد صلاح أنا فاكر كان فيه مطش من حوالي ثلاث أسابيع ولا حاجة دخل الجول ما ينفعش يعني ينفعش يتشاط كده يعني استحال الجول يدخل استحاله يتم إحراز الهدف ايه اللي حصل معرفش 107 هدف رصيده بعديه دراجبا دراجبا عام الـ 104 فهنا محمد صلاح شوف بقى اللي بقولك ايه اللي ممكن ما تكونش موهبته الفطرية زي ماردونا ممكن ما تكونش موهبته الفطرية زي ميسي المعاصر ليه ممكن ما تكونش موهبته الفطرية زي بيليه العظيم جدا لكن قدر محمد صلاح بالجهد والعرق والاسرار خد بالك انه يوصل للحالة اللي انت شايفها فيها دي يعني سواء اذا كان يقتل بدنية بنيته العضلية مهاراته في الملعب حط فوق كل ده اخلاق هذا الشاب الجميل الرائع اللطيف فيتحول هنا لإيه بقى مش مجرد لاعب رياضي متفوق جدا قوي خالص يبقى لاعب رياضي متفوق يبقى قدوة لكل الجيل بتاعه والاجيال الاصغر عايزين نبقى زي محمد صلاح القصة هنا مش عايزين نبقى محمد صلاح لعيبة كرة ما حصلناش لا عايزين نبقى متفوقين في ايا كان المجال اللي هنتفوق فيه بس نبقى بالاخلاق دي عايزين نبقى عندنا الاسرار ده عايزين يبقى عندنا التحدي ده عايزين يبقى عندنا الترقي ده محمد صلاح اصبح بينفس نفسه يعني ما شاء الله ما شاء الله بينفس نفسه اول لاعب في تاريخ ليفر بول يحرز في عشر مباريات متتالية بيهدف عشر مباريات غير ما أنا بوز الحلقة بتاعت كريم ورمزي كده بالمناسبة فواقلسة إليلي أنه أظن أظن لو أنا صح يعني هيبقى النهاردة يعني كريم عنده حلقة مهمة جدا أوي خالص طيب تعالي أكمل لك فمحمد صلاح عشر مباريات متتالية بيهدف أول لعب بيحرز في خمس مباريات متتالية خارج أرضه برضو في تاريخ ليفربول أول هاتريك على ملعب مانشستر من 2003 مع ريال مادريد وقتها كان رونالدو لو تتذكروا بقى ظاهرة برضو حتى هذه اللحظة ظاهرة مش مختلفين بس فعلا صلاح أنا بقولك هو اديه إن شاء الله سنة هيعدي رونالدو هيعدي رونالدو طيب أصبح محمد صلاح أول لعب بيسجل الهاتريك في شبك مانشستر يونيتد في ملعب أولد ترافرد في تاريخ الدوري الإنجليزي وكنت بقوله أنا تركوا على موضوع العشر أهداف ولعشان بس الزاكرة بقت بعافية يعني عشر مباريات متتالية يهدف ويحرز 100 فل و14 نهينا بالمناسبة بالمناسبة نهينا عن أنه بيحرز أهداف كل الناس بتقول ما ينفعش فكرين هدف البلاي ستيشن المعلق البريطاني قال لأ ده مش ماتش الكورة دي بلاي ستيشن مفيش حد يعرف يدخل جول بالطريقة دي أنا هنا بقى بسألك أنت المواطن صديقي عزيزي المواطن أنت أدي أنت أكبر أنت أصغر تفتكر عمل كده إزاي معجزة إلي هي؟ لا كل القصة أنه عارف طريقه أنا واقف في النقطة دي ورايح النقطة دي إيه اللي هيحصل عشان أوصل لحد الهدف بتاعي لحد النقطة دي؟ أن أنا في يوم من الأيام بإذن الله أحصل على جائزة الكرة الذهبية باعتباري أفضل لاعب على مستوى العالم؟ لازم أعمل كذا وكذا 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 أنا مش هكسل أنا مش هطنش أنا مش هتقاعص أنا كل حاجة في دو أنا هفضل طول الوقت بتدرب أنا هفضل طول الوقت بتطلع أنا هفضل طول الوقت بتفرج على مباريات وبتابع وبعرف التكنيكات المختلفة والتكتيك المختلف هفضل أعمل كل حاجة ثق وتأكد أنه في يوم من الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى يوم صلاح يقرر أنه هيترك الكرة بعد عمر طويل كلاعب ثق أنه هيبقى فيه عنده هدف جديد إيه هو أنا معرفوش النموذج بتاع صلاح ده هو اللي أنا أعرفه النموذج ده لا يتوقف ده قطر ما بيقافش على محطات فاكر أما كنت بيقولك أن محمد صلاح بفنلته الحمرة هو كريزة الكرة الأوروبية والكرة العالمية لا ده محمد صلاح ده هو التوربيني هو الإكس براس لا يتوقف ده لا بيشوف يمين ولا بيشوف شمال ده شايف الكرة والشبكة أنا هركن الكرة دي فين يعني دخل جول يعني دخل جول مفيش فيها هزار ما بيتنازلش ما بيحطوا السيناريوهات أنه ما فيش كرة دخلة الكرة جات في رجلي يبقى جول خلاص بعد كده هيبقى مفهوم كرة في رجلي صلاح يعني جول وسع للرجل ما تحاولش هتوقف قدامه هيتشقلف في الهوى وهينزل ياخد الكرة وهيدخل جول هتجيله كده هيجيل عايف تجيبها كده هتجيلها كده هي كده الله يرحمه يا رب سمير غانب هو ده محمد صلاح هتجيبه كده هتجيله كده هو محمد صلاح جول يعني جول ما فيش فيها زور من نفس حيني